النهاردة من شاء الله نحتفل بتخرج دفعة 75 بحرية دفعة 75 بحرية اتمت اعدادها وتأهيلها داخل الكلية البحرية على مدار أربع سنوات كمة تم تأهيلهم فيها على كافة العلوم البحرية والعلمية والعسكرية بالإضافة للعلوم المدنية لما توصلها في باكاليديوس السياسة الخارجية التأهيل ده بيأهلهم أن هم يكونوا على درجة عالية من القدرة القتالية ومن التأهيل ليخدموا في داخل وحدات وتشكيلات القوات البحرية ويمثلوا بذلك إضافة كبيرة لإمكانيات قدرات القوات البحرية ويمثلوا دماء جديدة بضوخ في شارعين القوات البحرية ويكونوا كوادر لقيادة منظومة القوات البحرية في المستقبل بما تعلموه من عزيمة ومن علم ومن شرف لكوالي تلك المهام والمسؤوليات الوحدات البحرية لتضمت حديثة للقوات البحرية بيتم إحضار المناهج والمراجع الخاصة بالمواصفات لتلك الوحدات بما فيها من إمكانيات لمنظومات التسليح وكافة الأنظمة الموجودة عليها ويتم تعديل هذه المناهج وتهيئتها من خلال مركز لتطويل المناهج موجود داخل الكلية البحرية وتتعمى عرضها للطلبة في صور تبسط العرض لها كفيديوهات أو كفيديوهات جرافيك بحيث يتم استعابها بصورة مناسبة للطلبة وبذلك هذا يكون التقديم النظري لتلك الوحدات للطلبة ويتواكب معها تأهيل الطلبة بشكل عملي على هذه الوحدات من خلال زياراتهم لها والتعرف عليها ومن خلال خروجهم ضحر بحر عليها لتنفيذ المهام التدريبية للوحدات وبالتالي يتم تعرف كامل هذه الوحدات وأيضا حضر التأهيل والاستلام هذه الوحدات في الخارج يتم إحضارهم للكلية البحرية للمحاضرة الطلبة وتعرفهم بكافة المواصفات الخاصة بتلك الوحدات طبعا أنا أهلني الضباط الخارجين من ضفعة 75 بحرية وبتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم بالعملية القادمة وبشكر أهليهم على الدعم الذي لديه خلال فترة أعدادهم وتأهيلهم في الكلية البحرية وأصيهم بالتمسك بتقاليد وموادق الانضباط والقيمة والتقاليد العسكرية لأهميتها وأنهم يجعلوها نمط لحياتهم وتبقاش مجرد تعليمات يتمسكوا بيها في كافة مراحل حياتهم بعد كده لأنها هي أساس للنجاح وأصيهم بالتعرف جيدا على العقيدة القتالية للعسكرية المصرية لأنها هي الهدف السامي التي تعمل من أجل القوات المسلحة وهي الحفاظ على الشرف والعرض والأرض للوطنة الغالي مصر يجب أن تترسخ ترك العقيدة في أهزانهم ويوصلوها لمرؤوسيهم الثاني حاجة بوصيهم بها هي الوعي يجب على الضابط أن يكون واعي لكل الأحداث الجارية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإخليمي أو المستوى العالمي وأن ينشئ نفسه خلفية ذهنية كاملة عن كافة تلك الأحداث حتى لا تؤثر على عزمته وعلى عقدته وبإيجابة بها أي أنشطة حدامة متوجهة في هذا السياق الوصية اللي بعد كده هي الاحتراف أي مقاتل يجب أن يهز نفسه دائما يكون محترف في مجال عمله وده يأتي بالاطلاع على العلوم العسكرية الحديثة وموضبتها ويأتي بالتدريب التدريب هو أساس من أسس العمل داخل نظومة قباط المسلحة يكون قادر من خلاله على تنفيذ المهام المكلف بها هو والأطقم تحت قيادته بشكل يكون بكفاءة عالية وبكفاءة المطوبة والمرجوة منصحهم بعد قيام الاحتراف ووصول المستوى علي من الاحتراف أوضع في الاعتبار أن النجاح لا يأتي بفرد واحد وإنما أي عمل داخل القوات المسلحة يجب أن يتم من خلال عمل جماعي وبالتالي روح الفريق يجب تنمياتها ويجب أن يتمسكوا بالعلاقة طريبة مع أكرانهم وبالانضباط التعامل مع قاداتهم وبمراعات مرؤوسيهم سواء من الجنود وبمراعات شؤون الصرد المقاتل لخلق روح فريق متكامل وبالتالي عمل جماعي ناجح وهو أساس من قصص الكفاءة القتالية للقوات المسلحة يلي العمل بروح الفريق يلي ذلك الاعتماد والثقة بالله عز وجل النصر من عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي يجب أن يكون لهم صلة وثقة قوية بالله عز وجل بعد الأخذ بالأسداب حتى يأتي لهم النجاح والنصر بإذن الله في كافة العمال والمهام اللي بيقوموا بها وفي النهاية أتمنى لهم بكل الخير والتوفيق في حياتهم العملية